أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتي الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فكلوا مما رزعهم الله حلالا طجبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو قسوتهم أو تحرير نقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارته أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبجن الله لكم آياته نعلكم تشكرون يا أجو الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ردس من عمل الشيطان فارتنبوه نعلكم تفنحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون واطئوا الله واطئوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أجو الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم برماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أجو الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم من السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد عقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستمي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفنحون يا أجهة الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وددنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أجهة الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يزركم من ظل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أجهة الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان حين الوصية اثنان دوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعض الصلاة فينقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فينعثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم وما تدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أدبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخرق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبجنات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارجين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحوارجون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمعن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم واللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صداق الله العظيم